عايز اقول كمان مش لازم نروح السوبر ماركت الكبير اللي صاحبتي جاي معايا نازلين خروج عشان نجيب حاجات رمضان فالمول بلاها المول ليه المول حبيبة قلبي ايمو ليه المول طبعا في منافس بيع اهي قدامكم وده طبعا احنا بنحاول اهو في برنامجنا نوفر لكم كل المعلومات اللي تهموكم دي منافس البيع التابعة للدولة اللي اسعارها حنينة علينا اسعارها مش قريب جدا المنتج بيكون جودته وبعدين الجودة هاي زي بتقول ردوا جايبين لكم احسن لحمة احسن فراخ احسن يميش من كل منافس بقى ايه الاصلية زي ما انتوا شايفين اهو دي المنافس للدولة كمان يعني واقفة جنب الشعب اللي هو هدية الاسعار كده عشان ما يبقى في متناول الجميع ما يبقاش في حاجة غالية اوفر مش عارفين نجيبها والله عايز اقولك ان ومعمولة كمان في كل الاماكن انزلوا بصوا بس يعني نعمل المجهود ونتعب وهو يعني الدولة شغالة طاقة فوق طاقتها وجهد فوق جهدها عشان توفر اهو بس كيس الرز ومعرفش اليميش بكام والفراخ بكام واللحمة بكام يعني بلاها المول وبعدين كمان الميزة ان هي عربيات متنقلة يعني في كل مكان في كل منطقة سكنية هتلاقوا العربيات دي موجودة انتوا لو دخلتوا العربيات دي اصلا مش هتروحوا اي مول ولا هتروحوا وتصرفوا يعني اللي هتصرفوه هنا لو هتصرف هنا الف جنيه برا بقى في السوبر ماركت كبير والمولات تصرف لك خمس ستة الاف جنيه عارفة اكبر مش لازم مفروض نحطها ايه مش لازم نكسل احنا بنكسل احنا ممكن نتصل بالسوبر ماركت بالتليفون فبنكسل ان احنا ننزل نبص ونشوف مش عايزين نتعب نفسنا التعب ده لمقابل ان انت في روزك بتتصرف اسرع وبتدين اكتر لكن انا لو تعبت نفسي بس وبصيت على المنافذ البيع للدولة عملاها هلاقي نفسي جبت زي ما انت قلت حاجات اقل بجودة كويسة جدا اهي منافذ بيع في كل مكان فيك يا مصر يعني الله يا جماعة والله بشكر فريق العمل يعني يعني بصوا احنا معاينة هو كل الفيديوهات وكل منافذ البيع التابعة للدولة عايز اقول ان ساعات انا والله انا السنة اللي فاتت خدت قرارات كتيرة هطبقها السنة دي حقيقة والله يا جماعة تعالوا انطبقها السنة دي تعالوا نبقى نصحين بقى خلاص الدنيا بقت غالية قوي